بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم في راديولوجي فيزيكس ميت ايزي والنهاردة بنكمل مع بعض عن الفيزيكس اف ام ار اي في استيشان بتاعتنا النهاردة هنتكلم عن دي بادي اند اتومس كلا ان المهارة الفاتت عن الماشين وعرفنا الانتروتكشن لام ار اي ماشين وعرفنا المعلومات الرويسية عنها النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن دي بادي اند اتومس وعندنا في المرة الفاتت من الامار اي فيزيكس معروف عنها منها بنيفيتس اف هيفين اند فيزيكس اف هيل فلذلك احنا ان شاء الله بزن الله مطلوب اننا نحن نساهل فيزيكس اف هيل نحولها زي البنيفيتس اف هيفين تعالى ندخل جهاز الرانيب بتاعنا ونشوف بقى المرة دي الهيومن بادي والاتومس اللي بيشتغل عليها عرفنا المرة الفاتت ان الجهاز الرانيب بيشتغل عن طروق جسم الانسان اللي احنا بناعمل عليه فحص المري بيتكون بشكل رئيسي سبعين في المية منه من ووتر ومية وزان بتقول قال كريمة واجعلنا من الماء كل شيء حي صدق الله العظيم اذا في جسم الانسان بشكل رئيسي بتكون من المية طيب المية دي تكون من ايه؟ المية دي تكون من H2O two atoms of hydrogen and one atom of oxygen بيتكوني القزيء بتاع المية H2O اذا جسم الانسان بيتكون بشكل رئيسي من الهايدروجين وزان ما احنا عارفين الهايدروجين ده هو ابسط زرات كل العناصر بيتكون من بروتون واحد في النواة بتاعته وإلكترون واحد بيدور حواليها هو ده غاز الهايدروجين الاتومز لها خاصية قلناها قبل كده في الفيزيكس في الحلقات السابقة ان الانوية بتاعت الاتومز بتدور حواليه نفسها وفي الفيزياء اي جسم مشحون بيدور حواليه نفسه بيعمل حواليه مغناطيك فيل مجال مغناطيسي اذا البروتون اللي جوه نواة زرات الهايدروجين لما بيدور حواليه نفسه بشكل ده بيعمل عملية rotation او spinning بيدور حواليه محواره بيديني مجال مغناطيسي موجب حواليه لان البروتون شحنته مجابه وحواليه طبعا الالكترون بيلف في المدار بتاعه شحنته سالب طيب معانا كده ان انا جسمي ده اللي بتكون من بلايين بلايين زرات الهايدروجين في الهتشتو او في غيرها المفروض يحولني الى هيوج ماجند ما انا بقى عباره عن بلايين البروتونات بالدور حواليه نفسها وكل واحد فيهم عامل فيها مغناطيس فكلهم يدوني بقى ان انا كون مجنطايزت بشكل ده لكن ده ما بيحصلش مجنطايزيشن بتاعت الهومان بادي سيرو ليه؟ لان الاتومز بتاعت النيوكليس نيوكلياي او الزرات بتاعت الهايدروجين النواة بتاعتها اللي فيها بروتون واحد بتدور حواليه نفسها في محاور عشوائية عكس بعطاها لبعض فده بيلف في الاتجاه ده ده بيلف في الاتجاه العكس وهما الاثنين المجنطايزيشن بتاعتهم عكس بعض لغوا بعض ده هكذا وده كده وده كده وده كده في النهاية بديني نيت مجنطايزيشن زيرو جسم الإنشاء مش ممغنط مفوش مغنطسية برغم من الظاهرة ان هو احتواءه زي ما قلنا على بلايين المغنطسات الزغيرة في شكل انواية زرات الهايدروجين وغيرها طبعا لان الظاهرة دي مش في الهايدروجين بس الحقيقة ان نواة زرات الهايدروجين اللي هي البروتون الواحد هو بيدور حوالي محواره ماشي اللي هو الاسود ده الى الدوران اللي احنا قلنا عليها وبيعمل عملية حاجة اسمها بريسيشن يعني ارجحها بيتمرجح يعني فيه دورانين دوران حوالي محوره الاسود ده لان شايفينه بتخيلين كده ودوران ليه كده بيتمايل هو بيلف حوالي محور تاني اللي هو محور المجال المغنطيسي لو ده مجال مغنطيسي وده محوره فلما بتعرض المجال المغنطيسي بيبدأ يحصل البيسيشن أو الدوران ده اللي بيحصل حوالين المحور المعدوسي إذن جهاز الرانين اللي بيعمله بمنتهى البساطة هو بيصور لي الهيدروجين أتوم زي ما هنشوف لما بتتعرض لسترونج ماجنياتيك فيلد بيحصل لها استفاض بشكل معين ولما بتتعرض لراديو فريكنسي بترددات معينة بتبدأ يحصل لها تارجوش اللي احنا قلنا على البيستشن ده بتردد معين وفي اتجاهات معينة ده كده بمنتهى البساطة هل الهيدروجين بس اللي زهرة الرانين المغناطيسي ان الزرات لما بتعرض لراديو فريكنسي بتردد معين بتبدأ التعرجح زي ما احنا شوفنا بتردد موازي لها لا زهرة الرانين المغناطيسي بتحصل في أكثر من مادة وكلهم بيحتووا على عدد فردي من البروتونز يعني الهيدروجين مثلا اتشوان في بروتون واحد الكاربون فيه 13 13 13 بروتون الأكسجين 17 الفلوراين 19 السوديم 23 الماغنيسيوم 25 الفوسفورس 31 الكابريد 33 الحديد F-E 57 25 اذا كل هذه الزرات اللي فيها عدد فردي من البروتونات بتخضع لظهرة الرين المغناطيسي او اسمها MRI-friendly elements يعني الرانين يقدر تشتغل عليها ولذلك زماننا في كلية العلوم بيعدوهم جهاز رانين برضو بس بيشتغلوا بترددات على المواد المختلفة في الأبحاث بتاعتهم مش احنا بس اللي عندنا جهاز رانين وبنشتغل على الرانين بتاعنا التردد اللي بتتأرجح به الأنوية in relation للقوة المغنصية المتعرضة لها وللرديو فريكنسي الرديو فريكنسي مش بتحكم في التأرجح بتحكم فيه الزاوة الدركشن بتاعه لكن الراتيو اللي بتتحصل لها بريسيشن بي ده اسمه zero magnetic ratio يعني الهايدروجين لما بتعرض لواحد تسلا بيحصل لبريسيشن بتردد 42.6 ميجا هيرتز لكل تسلا الكاربون 10.7 ميجا هيرتز لكل تسلا الاكسوجين 85 ميجا هيرتز لكل تسلا الفلوراين 40 ميجا هيرتز لكل تسلا فنلاقي ان دي أكبر جيرو ما جبتك ريشو فيهم هو الهايدروجين وجسم الإنسان بتتكاوى من الهايدروجين لذلك الميديكا الامر اي بيشتغل على الهايدروجين في جسم الإنسان طيب اللي بيحصل لجسم الإنسان اللي بيدخل في المغناطيس العملاق اللي احنا عرفنا عنواعه المرة الفاتتة سواء كان البرمننت او الالكتريك او سوبر كوندكتف ماجنت اللي بيحصل بيحصل لأن زرارات الهايدروجين اللي في جسم الإنسان بتبدأ تتوحد كلها كأنه كده مجموعة كبيرة خالص في ميدان ومضطربين وجاء لهم القاد قال لهم انتباه كله وقف في صف واحد دول مواجهين لناحية ودول مواجهين لناحية ده اللي بيحصل بيلاقي مجموعة متجهة ناحية شمال المغناطيس مجموعة متجهة تحت ناحية جنوب المغناطيس لكن بدل من العشوائي اللي كانت فيها زرارات الهايدروجين بتتحت كلها إما في الاتجاه ده او في الاتجاه ده مع فرق بسيط بين العدد في ناحية ده احنا عدنا المرافات ان التسلا بتساوي قوة الجاذبية الأرضية عشرين ألف مرة وده بيفهمنا مدى قوة الجهاز بتاعنا اذا فالهايدروجين اتومز بتتعرض يعني الى قوة منصية كبيرة جدا لو كانت واحد سلا بتكون قادة الجاذبية الأرضية عشرين ألف مرة طيب ايه اللي بيحصل في الار اف الريديو فريكنسي الريديو فريكنسي اللي تطلع من الكويل ده لما أول ما بتبدأ بدأت زرارات الهايدروجين تتحت في الديريكشن أول ما بتبدأ الريديو فريكنسي تخبطها بالترطدات بتاعتها المحسوبة والمعروفة بتبدأ البريسيشن ده يبدأ تتأرجح حوالين محور بتاعتها بزي كده تبدأ تكتسب طاقة وتبدأ تتأرجح حوالين محورها والتأرجح ده يزيد ده بقى ليه time وليه تردد وليه direction ليه حزبة كبيرة خالصة اللي بتديني في النهاية السيكونس المختلفة بتاعت المرأة تبدأ الاتومز تكتسب الطاقة دي ويبدأ يحصل لها البريسيشن ده تبدأ تتأرجح ويتميل حوالين محور مجال المغراطيسي لما بتقف الـ RF تبدأ هي تفقد الطاقة بشكل مختلف على قد ما يكتسبتها حسب ما هي في free water حسب ما هي في ماصل حسب ما هي في structure مختلف وتبدأ تطلع library signal اللي نخليتها دي عشان كيف نسميها signal الكويل بتطاقة هذه السيجنال مرة أخرى ويوديها للجهاز ويترجمها لي الى الامج اللي احنا بنشوفها وبنشخص إذن summary of where I work ان البروتونس ليها post of charge ليها نسخة ليها شحنة عظم مجابة النيوكلس بتكون فيها واحد بروتون والبروتون ده بيدور حوال نفسه rotating حوال نفسه so act a small magnet بيعمل كمغناطيس صغير وبيدي حوالهم magnetic field لكن برغب من ذلك ان الbody net magnetization بتكون zero لان كل الhydrogen protons بتكون rotating against each other فكل واحد في يوم بيلغت تاني فبيدي net magnetization of the body zero المagnet بيعمل ايه؟ بيعمل uniting the direction of rotation of protons هو بيوحد الروتش بتاع البروتون حوالي المحور بتاعه مجموعة الى شمال المغناطيس ومجموعة الى الجنوب المغناطيس وان زي ما انت عارفين اي مغناطيس magnetic field لشمال الجنوب الكويل بيدينا radio frequency ده بيغير من الانجل بتاع البروتون البروتون ما قالوا التأرجو حولنا عليه مش الروتشن حوالي محور لأ التأرجو حوالي محور بمجموعة الى مغناطيسة واخورينج الانرجو اكوارينج الانرجو بعد كده لما الرف يحصل اله stop بنوقف الرف فالبروتون تبدأ تضع الانرجو ويأخذ الانرجوية تطلب الانرجوية يعني بياخد الصورة بياخد السيجنال دي ويحول هالي إلى الصورة اللي أنا بشخص منها ده مختصر اللي بيحصل للهيومن بادي أند آتومز تحت تأثير الماغنيتك فيلد بتاع المرآي والراديو فريكنسي بتاع الكوين بتاع كهاز المرآي في النهاية ده كله اللي بيتجمع ويبقى كومبيوترايزد يعني بيتعقيده كومبلكستي شديدة جدا علشان يديني في الآخر الصورة في النكس سيشنز هنبدأ بقى ناخد الحاجات دي سنة سنة احنا اتفقق ان احنا ماشيين مع بعض خطوة خطوة في شارح الفيزيكسي فهم مرآي عشان نخليها ان شاء الله سمبل فائد بالنسبالكم هنبدأ بعد كده لنبص على ايه اللي بيحصل بالتفصيل ايه الفرق بقى في السيكونز المختلفة ايه اللي بيحصل جهاز الرانيات ده المغناطيس ده هو مجرد مغناطيسه خلاص ولا لا ده فيه استراكش هرزين مختلفة ازاي الجهاز بنحميه من اي مجالات مغناطيسية بره وبنحمي السيكونز حواليه من المغناطيسية بتاعته ده هنشوفه ان شاء الله في الليكستيشن وفي النهاية لا ننسى واحنا خلاص دخيني على تلتميت يوم من حرب الابادة على اخواننا ان انت على الاقل لا تنسى ان تدعي وتقاطع شكرا والسلام عليكم ورحمة الله شكرا